اشتركوا في القناة 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 كم انت مقيم في السورة مثل الليمون يا نبض الحب المتوهج مثل النيران اشتركوا في القناة نبضاً اشتركوا في القناة هي البوصلة وهي القضية الأساسية وعلى الشباب أن دائماً يهتموا بهذه القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبضاً اشتركوا في القناة والعربية 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 والوطنية بشكل عام ما بتأخر أبداً ما بتقاعس أبداً دائماً موجود مهما كانت الظروف طاقص مثل منك شايف حضرتك الله كتير وإنما في هذا المشوار اللي أنا اخترته أنا ما بتأخر أبداً دائماً موجود طابع الأمسي اليوم بإذن الله عربي قومي وفلسطيني بالأخص لأن القضية اليوم نحن تقريباً كأمي فقدنا الكثير من التواصل معها بسبب أحداث في كل بلد عربي جانبي أبعدتنا تماماً وأضاعت بوصلتنا عن القضية القومية الكبرى وهي قضية فلسطين وقضية قدس من نهر البارد مع قبلي قد جئت اليوم على عجلي قد جئت كأني عاشقة ماجت في ريح للغزلي كم تزه النفس ببهجتكم ويكحل مرآكم مقلي كعروس تدنو فرحتها وغداً ستزين بالهللي نلتف كنحل إذ يجني ما راق وطاب من العسلي وأراك أنت يا عكا كوكبة تحكي عن زحلي إن أسأم أو أي أسأنتم بالغربة مصباح الأملي من نهر البارد مع قبلي قد جئت اليوم على عجلي شكراً لكم شكراً لكم وإن قبابه ومآذن ترجو وليس تجار تاريخ يعرب كله في مأزق والسيف مرتد الشبى خوار والخيل والخيل تسأل ساحها عن فارس يحيا به سعد يعود ضرار مقداد أين وعين صهوة خالد كانت بها شمس الفتوح تدار إلي الشرف أن يكون مشارك بهذه الأمسي وهذه أهم وأعز قضية ممكن نكتب فيها ما شاعرنا ونسجلها لأنه هي القضية الأم التي يجب أن نسعى لإعطائها حقها ونوفي لها الموضوع بعنيني وبعني كل وطني وكل إنسان حر قضية فلسطين لم تعد حكر على الشعب الفلسطيني ولم تعد تخص فئة معينة إنما هي قضية الشرفاء أينما كان البحث متواصل ومستمر عن مواهب فنية ومواهب حرفية بكل المناطق الشمالية واليوم بحلبة وبسهل حلبة عكار اليوم أتعرف على الشاب الموهوب الحرفي غياس صبحة اللي هو عبيهتم بالخشب وطبعا عنده هواية هواية مزمنة بالإضافة إنه هو بيركب خيل بيهتم بالطبيعة بيربي كلاب يعني عايش حياة ريفية فنية بكل معنى الكلمة غياس خبرني عن يعني هالهواية الحلوة وعليقتك بالخشب علقتك بها الطبيعة اللي عم نشوف هلا الخشب مثل ما أنا معروف إنه ما عطى قيمته لحده وأنا من أنا وصغير بحب الحارتق مثل ما بيقولوا بالخشب مثلا هيدول الطبليات في عالم بتكبون وبتكسرون وهذا أنا قلت بعمل شي منن الواحد يبيستفاد بيته بيحط شي أشكال حلوة ومنه بيطور هوايته ليقدر يصير حرفي ويبيع منن من هاك اشت الفكرة وصرت جيب طبليات الحدا عنده عنده طبليه يجيبها قعد اشتغل اتعلم فيها عملت كذا شغلة حطيتها عندي بالبيت هاي الطبليات عالطا بتكون متوفرة وين يعني مثلا بيجيبوا أحيانا بشوف أنا الشيحنات بتحمل بضاعة بيجيبوا بيعتبروهم مثلا هي دعائم للبضاعة صحي هني بيجوا بالشيحنات بيحطوا عليهم بضاعة وبيحطوهم بالمستودعات بيكونوا إشيات قيلة من هاك في عالم بتكبر ما بتستعمله هلا بعد الهوايت مثلي أنا ومثل كتير عالم صارت تلاقي اشياء على الفيسبوك على اشياء على الانترنت تعمل منن شغلات مثلا مثل هايدي اشياء كتير مثل كنابيات طاولات غياس كمان عم شوف عندك القرام الخشب يعني كمان من المستندات تعلق عليهم شي على الحات في كذا شغلات قادر انت تطلع منها ينهي فكرة وانت بتطور في عندي الفيئة كمان بيهتم بهالشغلات منتشاور انوية بيجي بيشوف شغلي بيطلع بشوف شغله هو مهندس كمان وعندو نفس الهواية منتعاون انا وياه وكمان في شاب تالت صديقنا نحنا ثلاثة مجموعة منوعد منشتغل بهيدا الشي علاقتك بالخيل انت كمان من المؤسسين لجمعية تتربيت الخيول بعكار مش هيك يعني اللي نظمت مهرجنات وعندك خيول يعني كمان عيش حياة ريفية صحية هلا أنا وصغير أنا وخيي كتير عنا كان اهتمام بالخيل بعد مرة استقراينا جوازنا واستسنا عيلي ارجعنا على تربيت الخيول وتأينا مع شباب مثل الشيخ احمد مراد والسيد احمد الاكومي ابو عبد الله وشباب اكتير تأينا انو نؤسس جمعية لندعم هذا القطاع اللي هو تراصل لنا ولا اجدادنا وهيك والنهار بحكم الوضع الاقتصادي فقالنا بدنا نحن نحييه ومساعدة الشباب وهمتها والتكاتف الايادة بين بعض وطبعا مع الحج محمود حدارة كان هو دعم اساسي لإلنا والسيد فضل العس اللي هو مدير مزيجة البقسماطي والسيد خضر الأسماء كانوا ممكنوا يدول دعمين لإلنا بهذا المشروع وكمان في شباب من برات البلد سيد مصطفى العمر من استراليا كانوا دعمين لإلنا بهذا الموضوع وحاولنا نشتغل والحمد لله نجحنا بموضوع المهرجانات صحنا عاملين أربع مهرجانات كل صيفية مهرجان والحمد لله وفضل الله كنا نجحين وعلى مستوى لبنان كله جمعية الأياد الرائدة بمنية ترابلس مؤسسة فعلا عم تتعطى مع الإنسان بكل معنى الكلمة دائما بالإضافة لإهتماماتها الثقافية والأكاديمية والتربوية عند الشقة الإنساني وخصوصا بهذه الظروف المعيشية اللي عبت مرة على وطننا الحبيب البنان رئيس الجمعية والناشط بأكتب مجال استاذ بلال بنمال أهلا وسلام فيك شكرا أستاذ مزار يعطيكم العافية وشكرا لألك استاذ مزار وشكرا على حضورك أهلا وسلام جميع الأياد الرائدة اسم حلو خبرني اهتماماتكم بالبداية قبل ما نحكي بالمشروع اللي أنتم بالشيء نحنا أول شي كنا كمبادر قبل ما نكون جمعية تأسسنا من تقريبا من خلال أربع سنين نحنا ترخصنا رسميا من خلال تقريبا 2020 الفكرة نحنا طلعنا عن شأنها اللي هي لدينغ هانس على أياد الرائدة اللي هي تكون عون لأهل مدينة الشمال لأنه فيه تأثير طويل كبير بموضوع الشمال اللي هو عم بالناس بيحاجل ألا نحنا الشق اللي المختصين فيه اللي هو كأنجي أوز اللي هو التعليم التربوي اللي هي عبارة عن تأسيس مشاريع ولكن نحنا عم نروح للمساعدات اللي هي مبادرات فردية عم بتقوم من خلال الفريق الهيئة الإدارية للجمعية أيضا بالإضافة للفولنتير يلي كمان بوجهنا شهر كبير لأنه عن جد عم بيعطلوا عن دراستهم لحتى يساعدوا أهلنا بالشمال لذلك نحنا أطلقنا حملة اسمها حملة معن للخير هي هايدي الرقم السابعة اللي نكون عم نشارك فيها نساعد أكبر عدد من الناس اللي ضمن استطاعتنا بالأخير نحنا منا قادرين نغطي اسم كبير من البلد ولكن عم نحاول نكون جزء لو 5% يلي هي نكون عون لأهل طرابلس وشمال اليوم عم تطلقوا يعني الكسوي مشاكل العائلات توزيع تيب من خلال داتا معلومات صحيح كيف بتتم عملية المعايير؟ هايدي الداتا نحنا بنجمعها من خلال أولا شي دوما منقول دوما للناس اللي هي مش بحاجة تترك الناس الأكتر حاجة للناس يلي بحاجة أكتر هايدي مشكلة كبيرة نحنا أكتر الناس اللي هي عم تطلب هي اللي مش بحاجة أما الناس المتعففة هي صدقا ما بتطلب يعني صعب فلذلك نحنا عم يكون في عنا فريق عمل من خلال الداتا من خلال يكون عم بشيك إذا من دوما حتى يعرف منروح منسأل عن الشخص منسأل عن وضعه منشوف بيته منشوف كذا وعلى أساسا عم بيتم اختياره لحتى يكون مستفيد من هايدي الحملة ديش عم تتعطوا مع الناس بدون ما تكسروا بخاطر يعني مثل عم تقول الناس متعففة ناس بعيدة كتير عن قصة الإعلام أو أيها ما هوني نحنا أجبنا أن يوم الأحد حنطلق الحملة بحديثة الملك فهد اللي هو نحنا في عبارة هيد الحملة عم نضوي عليها اللي حتى نكون أيضا عم نضوي على المبادرة طبعية أو على جمعية لأن نكون في يد عون لأن نكون عم نطور هيدا الشي حملة معانا للخير مش بس لأنه أي شخص فيه يعمل حملة معانا للخير ونحنا مستعدين نعمل نحنا الساعة عشرة بحديثة الملك فهد حيكون فيه تقرير صحفي حيكون عم بيصور نحنا الناس دعينا الساعة 11 بحيث أنه نحنا نخلص تصوير ونخلص كل شيء والناس تبلش تخل تاخد احتياجاتها على الداتا والأرقام اللي مسجلي ضمن أنه نقدر نعطي العدد أكبر بالتساوي مدوم مع شخص يجي وما يطلع له فلذلك نحنا ما مصور حدا أنا بتمنى لك التوفيق أكيد عنكم أجندا أنتو عنكم اهتمامات مستقبلية نحنا قمنا بمشاريع كتير بسعيدة طرابلس مشاريع ضخمة منهم العرس الجماعي منه كمان أيضا عملنا خبرني عن العرس الجماعي لهذا هو يعتبر خطوة نوعية العرس الجماعي نحنا قمنا فيه وخلصناه زواجنا تقريبا من أكتر من 14 كوبل بحديث الملك فهد بالتعاون مع بلدية طرابلس وبالتعاون أيضا موجه له تحية لمطعم عالبال متبرعين يلي هن يساعدونا بهذا المشروع عرس الجماعي كان عمل ضخم بقوة كبير حددنا نينو دونلاينا شي ست شهر عم نشتغله أيضا في معهد كمبيوتر تعاوننا فيه مع بلدية طرابلس قمنا بإنشاء معهد كمبيوتر بحديث الملك فهد يلي هو تقريبا خرجنا أكتر من 48 شخص بشهادات بخبرة وبكفاءة قوية لحتى نفتح لهم المجال اللي هن يكونوا عم يقدروا يعملوا شي من ضمن المجتمع حتى فيه ناس كتير يعني اجت لعنا مصبحة للظروف أنها هي تتعلم فكانت عم تتعلم من خلالنا يعني فيه أشخاص أميين نجارين تعلموا صاروا عم يقدروا يستعملوا اللابتوب والكمبيوتر ليعملوا إشياء ديزايناهم من ضمن شغلهم واللي فتح لهم طاقات عمل بأماكن أخرى بالختم دعوتنا لكم دايما لزيارة الشمال لبنان وخصوصا لهواة السياحة البيئية فعلا الشمال لبنان هو الأرض الخصبة والبيئة الحاضنة لكل أنواع السياحة البيئية وتحديدا بجبال اليوم اللي هي مقصد لكل السواح وخصوصا هوات السياحة الداخلية بموسم السلوج وأكيد طلباتنا ونطلب رب العالمين جميعا أنه فعلا الله ينقذ هالوطن من هالأزم الاقتصادية والمعيشية اللي فعلا كتير ضاغطة وكتير قاهرة على كل الناس بكل المناطق اللبنانية كم معكم من شمال لبنان منذر المرعب يأمل تصوير لأمي سليمان وإلى اللقاء اشتركوا في القناة